فيه ترند ترند بالأمس كان فيه اجتماع للجمة الحكام مع حكام الدوري الممتاز عشان يشوفوا الأخطاء الموجودة في الدوري المصري أنا بس عايز ألفة الانتباه لجزئية مهمة جدا احنا داخلين في مراحل حسيمة للدوري وداخلين على اختبارات القيمة الدولية للحكام المصريين في الاتحاد الدولي اللي ان شاء الله هتكون على آخر ستمبر أو شهر أكتوبر بإذن الله وطبعاً ما عندناش حكم وعد تحت 30 سنة ودي مشكلة كبيرة محدش ياخد باله منها يعني ما عندناش حكم وعدين الفترة جاء لكن ما علينا أنا بس ليه طلب أو رجاء الفترة الجاية أي مرائب من الحكام بينزل رائب على الحكام في المباريات أتمنى ما يكونش عضو في لجمة الحكام عايزين مرائبين محايدين للحكام في الفترة اللي جاية لأنه عضو اللجنة اللي بينزل رائب على المباريات هو صاحب اختيار الحكم وهو اللي بيرابه هو اللي بيكتب التارير يعني هو بيقيم اختياره لما الحكم ده بينزل يحكم اه جرى العرف ان بعض اعضاء اللجنة بيرقبوا بس ما تكونش المساحة الاكبر ليهم هم اللي يرقبوا الموضوع هتكلم فيه الفترة الجاية وممكن يكون معايا مصدر هيشغح التفاصيل دي لان دي علاقة بالتفاصيل الصغيرة في تقييم الحكام الفترة اللي جاية عضو اللجنة اللي بيختار الحكم هو اللي بيقيمه فانت هتقيم اختيارك على اساس ايه سيب حكام او سيب اعضاء حكام او حكام قدامة مراقبين جاها محايدة تنزل ترقب وتكتب تقارير بشكل مفصل عشان في النهاية التقارير دي هتكون ليه علاقة بالمعيار الفني في اختيار الحكم الفترة الجاية سواء يبقى دولي او غير دولي عشان يبقى عندنا حكام وعادين تفاصيل الصغيرة دي بتفرق في اختيار الحكام فيما بعد والنظرة المستقبلية للحكام في الفترة الجاية فعضو اللجنة شريك في الاختيار ماينفعش ينزل يرقب اختياره لانه في النهاية هيكون ساعتها قراره انا بكتب اختيار ده صح ولا غلط اكيد قدر الامكان هخلي الدرجة فوق الخمسة فوق الستة فبالتالي مش هيبقى امر مقبول هات حكم قديم مراقب للحكام محايد مش عضو في اللجنة يرقب عشان يكتب تقريره بشكل محايد وعادل عشان كل حكم ياخد حقه اكتفي بهذا القدر من فقر الترند ترند اشتركوا في القناة